وللحديث عن انتهاكات الميليشيات معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أهلا بك معنا دكتورة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وحيكم وحي مشاهديكم الكرام عليكم السلام ورحمة الله دكتورة فاطمة بداية يعني كشفت شبكة سي بي اس الكندية عن جرائم اغتصاب حتى الموت ارتكبتها القوات الحكومية في العراق هذه الجرائم بهذه الفضاعة كيف يمكن ان تمر دون اعقاب الى الان وكيف لا تقام لاجلها المحاكمات في مجتمع محافظ مثل العراق يعني من يقوم بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة هذه مسؤولية الحكومة المجتمع العراقي كما تفضلت مجتمع محافظ ولا يرضى ولا يتحمل مثل هذه الجرائم ولكن مع الاسف الشديد لدى العراقين الان ومنذ الاحتلال الامريكي العراق عام 2003 الكثير سلسلة متواصلة وعمليات ومنهجة من الجرائم التي تمارس والانتهاكات التي تمارس بحق الشعب العراقي ولكن لان الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ احتلال لم تكن لديها اينية صادقة لانفاذ القانون لحماية جميع افراد الشعب العراقي من اي انتهاك او جريمة يتعرضون لها الضارب بيد من حديد على ايدي المجرمين من اجل ان يرتدعوا ويكونوا عبرة لكل من يسون له نفسه ان يرتكب اي جريمة ان يرتشر الامن والسلام في العراق مع الاسف الشديد لم تكن لحد الان اي حكومة لديها هذه القدرة ولا حتى لديها هذه النية بل على العكس من ذلك الذي يحدث ان جميع الحكومات تلتزم نفس المنهج تلتزم بالمحافظة على منصبها وعلى مكتسباتها الشخصية تلتزم بالتوفير الامن لهؤلاء المجرمين واطلاق يدهم يعني تهمش القانون هذه السلطة المهمة التي هي من اهم اسس السلام في اي مجتمع وفي اي دولة ولذلك كما تفضلت نرى الان هذه الجرائم التي اصبحت وضع يعني ممنهج لم تتوقف ولم تتوقف ابدا نعم تحدثت ايضا الشبكة عن توثيق المدربين الكنديين جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية الا تضع هذه الشهادة وغيرها طبعا من الشهادات قوات التحالف التي دعمت القوات الحكومية خلال الحرب على تنظيم داعش في موضع المسئولية والادانة ايضا نعم بالتأكيد يعني الكثير من الشواهد والادلة تثبت ان كانت من اهم واحد اسباب ان تقوم هذه القوات الامنية كما تسمى والميليشيات بهذه الجرائم هو وجود غطاء دولي وجود دعم دولي وجود تدريب من قبل هذه القوات الاجنبية من اجل كما يدعون محاربة الارهاب وكانت النتيجة ان تقوم هذه بنشر الارهاب بنشر الجرائم طبعا هذه تضعهم في دائرة الاتهام ولهذا هم يعني يعملون على حتى هم يعني يريدون ان يحموا انفسهم من المحاسبة لانهم يعرفون ان الجرائم لا تسقط بالتقادم ولذلك يفعلون هذه الدول تفعل ما بوسعها من اجل فرض اتفاقيات على العراق من اجل ان لا يتم حاسبة اي جندي من جنودها كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية ان تقوم باسقاط جميع الجرائم وتدعي انها مجرد مزاعم كما فعلت بريطانيا مع العلم انها كثير من الجرائم وصلت الى حد القتل وارتهبت ارواح ناس والان هذه الشبكة الكندية تفضح ممارسات جنود كانوا يتدربون تحت يد هذه القوات اذا هم جزء من ما يحدث في العراق واحد الاسباط اذا اردنا هنا الحديث عن اثر هذه الجرائم على المجتمع العراقي يعني طبعا تعلمين اننا نتحدث هنا عن ان الضحية ممنوعة حتى من الكلام او المطالبة بحقها ما اثر هذه الجرائم على المجتمع العراقي يعني اقل ما يمكن ان ينتج عن هذه الجرائم وهو استمرار دورة العنف لانه لا المجرم يرتدع ولا يوجد هناك قانون يحاسبه وبالتالي فهو يستمر بارتكاب الجرائم وهذا الجرائم معناتها عنف ضد المجتمع خاصة وان هؤلاء المرتكبين هذه الجرائم يعني كما هو معروف يعني لديهم امراض نفسية وحق ضد المجتمع اضافة الى ذلك الضحية سوف تشعر بانها بسبب الظلم الواقع عليها بسبب تهميشها بسبب عملية المستمرة لتكميم الافواه وعدم القدرة على الشكوى او الحصول على الحق على الحق عفوا هذا بالتأكيد سوف يؤدي ايضا الى انتقام من قبل هؤلاء الافراد المظلومين وهذا في الحقيقة تفجير للمجتمع تفجير للبنية الاجتماعية تفجير لبنية وتكوين المجتمع العراقي المتعاضف المتسالم الذي يعيش ابنائه تحت خيمة ومظلة واحدة وهي العراق الآن اصبحت الانشقاقات طبعا الطائفية التصدع في المجتمع العراقي الكثير الكثير الهدار للحقوق هذه يعني من اهم ما سوف ينتج عن مثل هذه الجرائم وعدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وايضا الاثار الاجتماعية الاقتصادية الكثير من ما شهدنا هو من عمليات مصادرة ممتلكات طرد السكان من مناطقهم عدم ارجاعهم وتأثيرها عليهم ووضعهم في حالة فقر شديد وحالة نفسية مزرية وكأنهم أصبحوا يعني يقولون بأنهم ليسوا جزء من الشعب العراقي هذا في الحقيقة يعني خطير للغاية وترتب عليه آثار سلبية كثيرة وخطيرة جدا نعم دكتورة فاطمة هذا النوع من الجرائم والممارسات هل تسقط بالتقادم وهل هناك يعني سبل واجب اتباعها حتى لا يفلت الجاني أو المذنب من العقوبة لا توجد جريمة تسقط بالتقادم لا في الأعراف الدولية ولا في يعني الأديان السماوية ولا حتى في القوانين الوضعية الجريمة جريمة في الأخير يجب أن إذا كان هناك طريقة يجب محاسبة المجرمين السبل كثيرة أهم حاجة وأهم طريقة هي لا تسقط الضحية عن حقها هذه كانت هي الحقيقة أهم ركيزة التي استطاع فيها المجرمون يفلتوا من العقوبات والمحاسبة توثيق إيصال جميع الانتهاكات إيصال جميع الجرائم التي يتعرض لها أي فرد من أفراد المجتمع العراقي إلى أي منظمة يستطيع أن يصل إليها إلى أي سواء دولية أو حتى يعني عن طريق نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يجب عدم السكوت الضحية يعني وأبجري مواقعات ويعني الضحية أصبحت الآن يعني تريد حقها فلذلك يجب اتباع دائم لا يجب أيضا الركون إلى أو الاستسلام إلى الخوف والتهديد من الميليشيات ليس هناك يعني يثبت أن هناك ممكن أن تلحق يعني أدية بضحية أكثر مما لاحق بها يجب على أي ضحية يجب أن تعرف أن من واجبها أولا وأخيرا أن تدافع عن حقها وعن مالها وعن عرضها وعن شرفها وعن أرضها وهذا مبدأ لا يجب أن تنازل عنه نعم إذن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت ضيفتنا عبر اسكايب من لندن شكرا جزيلا لك